عقد وزير الموارد المئية والرؤية أن يسويلم اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه والذي يتزامن معه عقد أسبوع المياه الأفريقية التاسع تحت رعاية الرئيس عبد الفتح الزيزي خلال الفترة من الثالث عشر إلى السابع عشر من أكتوبر وذلك تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود أشار سويلم إلى أهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه في إطار السعي لتعديد التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكش تطلعات واحتياجات دول العالم خاصة الدول الأفريقية في مجالات المياه والمناخ وأكدا حرصه على توفير كافة أشكال الدعم لضمان نجاح الأسبوع بما يعكس المكان الرياضي لمصر على الساحة الدولية